أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيصها مساعدات لأوكرانيا تصل وقيمته إلى 60 مليون دولار من وزارة الدفاع وفق لمذكرة نشرها البيت الأبيض فينا المساعدات ستشمل مواد دفاعية وخدمات لوزارة الدفاع لوزارة التعليم والتدريب العسكري لأوكرانيا هذه الخطوة تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي منذ العام 2014 بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 3.7 مليار دولار هدفها الأول هو تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية لمواجهة روسيا مساعدات عسكرية وأخرى إنسانية قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار سنويا تقدم وزارة الدفاع الأمريكية مساعدة بحدود 250 مليون دولار طلب أعضاء في مجلس الشيوخ برفعها لتصل إلى 300 مليون قبل أن يتحول الطلب إلى مشروع ويقر في العام الماضي خصص الكونغرس 150 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة جوية مضادة للطائرات من دون طيار المساعدات هذه جاءت استكمالا لحزمة بلغت قيمتها 125 مليون دولار تضمنت زوارق مسلحة ومعدات تكتيكية وفي مايو الماضي طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الكونغرس مبلغ 225 مليون دولار لسنة المالية 2022 لمساعدة أوكرانيا في مجالات مختلفة أبرزها مواجهة أعمال روسيا العدوانية اشتركوا في القناة